بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء العملي لشرح المسائل من مادة مقاومة المواد واختباراتها Strength of Materials and Their Testing معاكم الدكتور أمير بن محمد القسنتيني نواصل في شرح المسائل المرتبطة بالمحور الثاني والذي بعنوان Tension, Compression and Share ونأخذ المسألة الثامنة وهي في الحقيقة تطبيق للCompression والShare معانا مع هذا الميكانيزم الاسبار معرض إلى Compressive Force وهنا الConnecting Plate تسبب على البن تحميل بنوع الBearing وأيضا هذا البن معرض إلى الشير المعطيات هي كالآتي في الحقيقة أنه الCompressive Stress في الاسبار معاناة 70 ميجا باسكال أما الشير Stress في البن هي 45 ميجا باسكال أما في الBearing Stress المطبق من البليتز يساوي 110 ميجا باسكال فالمطلوب هو الP المسموح بها Allowable Compressive Force المعتمدة لحتى لا ينكسر المصمر تحت تأثير أي واحد من أنواع التحميل سواء كان الCompression الناتج عن P أو الBearing الناتج عن البليت أو الشير أيضا الناتج عن الTangential Force أولا نقوم بالحسابات Based on Compression in Spar معطى السيجما سي تساوي 70 ميجا باسكال نقوم بحساب الArea اللي هي Pi على أربع الD الداخلي الكبير تربيع ناقص الD الصغير تربيع تساوي 1178 ميلي متر تربيع من هنا لأنه قانون الCompression يساوي Force على Area فنسحب الفورس هذه اللي تساوي السيجما ضرب الArea نتحصل على أنه الفورس اللوبل تساوي 82.46 كيلو نيوتن أما الحسابات Based on Shear على الPIN الطاو اللوبل اللوبل Shear Stress يساوي 45 ميجا باسكال والArea هي 2 لأنه Double Shear ضرب الPiD تربيع على أربع يساوي 981.7 ميلي متر تربية حسب قانون الطاو Shear Stress يساوي Force على Area نسحب الفورس فنتحصل على أنه الفورس تساوي اللوبل Shear Stress ضرب الArea تساوي 44.2 كيلو نيوتن ثالثا الحسابات Based on Bearing Stress الBearing Stress معطى 70 ميجا باسكال الArea تساوي 2 ضرب الD قطر المصمار ضرب الT Thickness للPlate فهي تساوي 600 ميلي متر تربيع من خلال قانون الBearing Sigma B تساوي P التي هي الفورس على الArea للBearing نقوم باستخراج P من القانون تساوي Sigma Bearing ضرب الArea تساوي 110 ميجا باسكال ضرب 600 ميلي متر تربيع تساوي 66 كيلو نيوتن طبعا دائما وأبدا للحماية أن يتم اختيار وتحديد أصغر قوة وهي اللي حصلناها من خلال الشير P تساوي 44.2 كيلو نيوتن